سلام الله عليكم مرحبا من متتبعي قناة الحميدي فهذا الفيديو غادي نهدر لكم على موضوع ما بعد النجاح لانا متأكد ان عدد كبير وكبير بزاف من متتبعي قناة الحميدي غادي انجحوا ان شاء الله هذا العام اذا قبل ما نبدأ الفيديو نتمنى انكم اضغطوا كاملين على زر الاعجاب وعلى بركة الله نبدأ الفيديو دينا اذا هذا ما ستقوم به الوزارة خلال الدخول المدرسي المقبل التعليم عن بعد لا يعود التعليم الحضوري اذا كما كتعرفوا وكما قال الوزير المجموعة من الخارجات دياله الاعلامية قال على ان التعليم عن بعد ما يعودش التعليم الحضوري شنقصد بالتعليم الحضوري اي التعليم يعني من اللي كتكونوا في القسم ديالكم اذا من اللي كتكونوا في القسم ديالكم كتشوفوا الاستاذ كيفاش كيشرح يعني كيسول عدد كبير منكم باش هوقك يعرفوش انكم فهمتو او لا ما فهمتوش وعيني من خلال غير الشوفة في عينكم تعرف بانكم مش فهمتو الدرس او لا ما فهمتوش وعيني كيدير تمارين كينوضوا حد العداد منكم تصبورة باش يخدمو ذك التمارين المعينة الى غير ذلك اذا تعليم عن بعد ما تعودش التعليم الحضوري ولكن في هذه الحالة هذه هذه المجموعة الدروس اللي تلقينا عن بعد يعني من خلال هاد هاد الشهور هادو اللي ممشي نشفيها للمدرسة كيفاش غدينفهمهم يعني فهما دقيقا هاد الشي اللي غدينطرق له في النقطة الموالية لان هذه المسألة مهمة ومهمة بزاف اذا الدخول المدرسي سيكون يوم جوج شوتانبير 2020 ان شاء الله غدي يكون في جوج لشهر تسعود 2020 النقطة الموالية تخصيص شهر شوتانبير للاستدراك والدعم التربوي الوزارة غدي تخصص شهر شوتانبير كامل لاش للدعم التربوي ومن اجل الاعداد الجيد للدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي المقبل ستنطلق التحضيرات لهذا الموسم ابتداء من منتصف شهر يونيو 2020 على ان يتم انطلاق هذا الدخول المدرسي في جوج شوتانبير 2020 بالنسبة لقطاع التربية الوطنية مع تخصيص شهر شوتانبير المقبل للاستدراك والدعم التربوي وذلك من اجل تقوية مكتسبات المتعلمات والمتعلمين وتمكنهم من مواصلة دراساتهم في الموسم المقبل في احسن الظروف اذا كما كتعرفوا على ان الدروس فهي كتكون يعني مترابطة بيناتها خصوصا يعني من المستوى الى مستوى او لا يعني من القسم الى قسم فمثلا نعطيكم نموذج مثلا قد ناخده القسم ديال التسعة اعدادي وناخده مثلا القسم ديال الجدع المشترك اللي هو سانكية اذا فواحد مجموعة من الدروس اللي كتكون في اخر سنة غالبيتها يعني كتتقرى في بداية العام بالنسبة للجدع المشترك اللي هو سانكية بمعنى اخر انها الترابط ديالها الدروس يعني هو ترابط وطيد اذا فبالتالي الى ما فهمتيش ان واحد المجموعة الدروس مثلا في التالتة اعدادي ما غاي يمكنش لك تفهم او لا تبنيه يعني على درس مثلا اللي غدي تقره في الاولى او عفوا في الجدع المشترك هاتش علاش الوزارة قالت بي انها غدي تخصص شهر شو تنبير كله للدعم للدروس اللي درتون تما عن بعد باش هوقا ان شاء الله تقدرو انكم تواكبوا يعني هاد الدروس اللي غدي تكون في السنة اللي انتما غدي المستوى اللي انتما غدي اطلعوا له او لا القسم اللي انتما غدي اه طلعوا له كن فيكم اللي غدي يقول لي واستاذ ربما ان يعني كلام كرا عارفينو او لا شي حاجة في حالك لا هاد الاشياء غدي تحسوا بها ان شاء الله من اللي غدي توقفوا عليها وغدي تقولوا بانها تطراق لها الاستاذ اه الحميدي اذا هاد شي اللي بغيت نقول لكم الى كان عندكم شي تساؤل خليه اللي في التعليق وآه كانت مننا كانت مننا يا ربي يا ربي فهذا النهار هذا انجح يعني آه ويسهل على عدد كبير من المتتبعي يعني القناة او اللحطة اللي من متتبعش قناة وانهم آه انجحوا انا عارف هذه المسألة يعني آه مرهقة لكم بزاف لانه كانت وصل لباحد لعدد كتير من الرسائل كتير وكتير بزاف يعني آه سوال لك يقول يا استاذ انا جيب بعض النقطة واش عندي امل انني نجح او لا ما عنديش امل او الى آه الحلقة القادمة ان شاء الله